شمال شرق سوريا حيث تجتمع جميع الدول الفاعلة في الملف السوري تثبت واشنطن أقدامها وتقول للجميع نحن هنا وسنبقى هنا ليس في إطار التصريحات المعتادة وإنما في الاتجاه نحو تعزيز الوجود ورفع سوية الشركاء لعادة تفعيل وجود ثابت على الأرض تكثف واشنطن لقاءتها مع قادة قسد وممثلين عن مجالسها المحلية لبحث تطورات المنطقة وملفات سجون تنظيم دولة وعوائلهم في مخيمات شمال شرق سوريا ضمن رسائل تستخدمها عادة للخطط المتضاربة كيف لا وهي اللاعب الرئيس في معادلة الصراع والمتحكم في صنع القرار وما بين التحركات الرسمية والدبلوماسية ثم تأجماع على أن واشنطن باقية على ما هي عليه فلا تريد تغيير خطوط التماس وإحداث نقطة ساخنة جديدة في المنطقة التي يجتمع فيها الخصوم ووكلاؤهم المحليون وهو ما أكدته بوليتيكو التي قالت أن واشنطن أعدت خطة لتطوير البورية التحتية العسكرية لقواتها في سوريا في ظل تحركات الأمريكية الجديدة يطرح ملف مخيم الهول مرة أخرى وتطالب واشنطن الدولة بإنهاء ملف المخيم والعمل على سحب عناصر تنظيم الدولة المزيونين في شمال شرق سوريا وأمام تعقيدات المشهد ثمت أصوات تتعالى مع تحشيد أمريكي ضد أي تطبيع مع النظام ورفض لإعادة تأهيله عبر إهمال سياسة العقوبات المفروضة ضده مع سعي واضح لإبراز قانون قيصر لفرض أي عقوبات على كل من يقدم عن قصد أي دعم للنظام ترجمة نانسي قنقر